الخبر الأول اللي عدتنا عن فضيحة بيسان إسماعيل ويا أنس الشايب يمكن هواي بيكم ما يعرف فبيسان نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري وحذفته وراء عشر دقائق تقريباً ليش بيسان حذفت هذا الستوري؟ خلينا نشوفوا يا بعض وركزوا زين ووراء أنس بالنسبة للأشخاص اللي ملاحظوا رح عيدلكم إياه بالبطئ وركزوا على السهم اللي طالع قدامكم والهي بيسان إسماعيل جاية تنرقل طبعاً هواي من الأشخاص أول من نزل الستوري ينتبهوا فاللهذا هي حذفة هذا الستوري وراء عشر دقائق بس أوكي طبعاً هي حرية شخصية وإحنا مالنا للدخل ولكن عندي مشكلة بسيطة هذا الفيديو شنو كان؟ هل هذا المقلب يعني كان تمثيل أو لا؟ طبعاً هذا المقطع هو نزل بقناة بيسان إسماعيل وكان مقلب بأنس الشايب إنه بيسان كان تريد الدخن فأنس الشايب صار يعصب ويكسر إنه ليش بيسان تريد الدخن؟ فالسؤال هو بيسان شي كان تسوي وراك هنا؟ فبيسان هنا جاية تنرقل هو لا مع الصوب ولا مهتم فهذا المقطع كان تمثيل اكتبونا رأيكم بالكومنتاج شو رأيكم باللي صار وهل يشوفون مقالب بيسان تمثيل أو لا؟ الخبر الثاني اللي عدنا عن المشكلة اللي بين طارق الباشا وريدر بالبداية الميعرف من هو طارق الباشا فهو يوتيوبر يقدم محتوى دراما نزل مقطع ينحاول أنه يفضح بيها ريدر وهو من أشخاص طلبه ونحكي عن الموضوع فحبيت أن أشرح لكم الموضوع باختصار ونتوحكمه طبعا بداية القصة من طارق طلب من ريدر أنه يسوي له أغنية مقابل مبلغ مادي وعلى حسب ما اتفقه هو 500 دولار وهذا الاتفاق كان يشمع لأول شي ريدر يسوي أغنية طارق وثاني شي إنه إذا الأغنية ما عجبت طارق الباشا المفروض ريدر إنه يرجع يعدل له عليها من ناحية الكلمات أو من ناحية الألحان أما ثالث شي إنه طارق يكون إلى رأي باختيار اللحمة للأغنية طبعا هذا الاتفاق كان قبل ما يستلم ريدر للفلوس ولكن بعد ما استلم المبلغ بدأ ريدر يتغير بطبعه ويطارق فالريدر سوى الأغنية طارق الباشا ولكن بدون ما يتفق ويلا على اختيار اللحمة ولا على اختيار الكلمات فهو سوى الأغنية كامل من راسه وبعدين انطل أغنية طارق الباشا فطبعا طارق الباشا باستمع الأغنية ما عجبته وبعدها طلب من ريدر إنه يرجع يعدل له على الأغنية من الكلمات ولحلمه الكلام على حسب ما هم اتفقوا قبل شوية ولقى الريدر رفض انه يعدل له اي شي بالنسبة للدليل على كل كلام اللي داقوله فهو موجود بالمقطعين اللي نزلها طارق الباشا في الاثباتات موجودة هناك تسجيلات صوتية بصوت ريدر نفسه يعني مستحيل تكون كذب طبعا الريدر الى الان مرد على الموضوع وكنا منتظرين حاليا الريد ريدر وبس والله اكتبونا شوريكم بالكومنتات باللي سمعتو الخبر الثالث اللي عادنا عن مفاجآت اليوتيوبر فهو اليوتيوبر اللي هو وسام تيكيت واغنيته الجديدة اللي رح تنزل على اليوتيوب اليوم فوسام نزل على حسابه بالانستجرام هذا الستوري اللي كان كاتب بيه اغنية من تعليقاتكم فقرة تمقفل اغنية رابل الخاينة طبعا هذه الاغنية حتنزل اليوم الساعة بالستة اكتبونا بالكومنتاج قيمة 50 فقرة تمقفل والاغنية اما اليوتيوبر الثاني فهو ياسو وريدر فريدر نزل على حسابه بالانستجرام هذا الستوري اللي هو كان سعيد بيه اللي من الواضح انه مسوي مقلب ببياسو وقال انه انتظروا المقطع اللي راح ينزل اليوم راح اضطلكم الاستوريات شوفوها وانتفتهمون هلا وحباي بشونكم شوكم اوكوش اغلالكم ان شاء الله خير طبعا من انت تشوفوني شد اضحك عرفوا انه اوكوشي انا مسوي ببياسو فانتظروا الفيديو انتظروا الفيديو تمام وراح تنصدمون كل شواء من اللي صار بالفيديو لانه والله العظيم صارت شغلات يعني انا متوقعتها تصير فالفيديو كلش راح تنصدمون ان شاء الله اذا لحقت اليوم اخلص مونتاجها نزده اليوم اذا ما لحقت راح اضار على بيشر بس يا اي صار بياسو يا يا باي وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع اتمنى المقطع عجبكم لتنسوا تحطوه لها واشتركوا بالقناة تشانيكو فيدي زيما قناة مملكة الخصاص وبس مع السلامة